قبل ما نروح بقى أتكلم على منتخب مصر وقبل ما نتكلم على المباراة الغد وتشكيل منتخب مصر المتوقع وأكيد كل التوفيق للمنتخب في هذه المباراة لكن فيه جزئية مهمة وهي جزئية بتتعلق باستمرار التخبط الإداري تحديدا في اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية والجزئية دي غاية في الأهمية الأكثر من سبب يعني حالكم عارفين على مدار الأسبوعين اللي فاتوا دول الخمستاشر يوم اللي فاتوا دول بالزبط اتحاد الكرة نزل ثلاث بيانات والثلاثة تشاله ودي كانت يعني حاجة غريبة وإحنا اتكلمنا في الجزئية دي أول مباراة تحديدا لكن الأغرب إن كمان لما يكون عندك مباراة مهمة وأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي هو كابتن طريق مصطفى وهو مسافر فوجئ إن الباسبور بتاعه منتهي جهاز الصفر بالنسبة له منتهي ما ينفعش يسافر غلا ما يجدده وفجأة اتجدد الجهاز الصفر النهاردة يعني اللي عرفوا إن جهاز الصفر ما عرفش بياخد من الأسبوع لأسبوعين تقريبا يعني ما عرفش الموضوع 20 ساعة ده ممكن تكون حاجة جديدة يعني ما عرفش مش متأكد منها بصراحة يعني عشاني بقى واضح مع حضراتكم دي صور ليه صفر الكابتن طريق مصطفى المدرب في الجهاز الفني لمنتخب الوطني الأول فإنت فين هنا الإداريين بتقع المنتخب مصر بتقع الجهاز الفني يعني مفروض حاجات زي كده إنت أصلا بتبقى محتاج كل مدرب ويكون كل عنصر في الجهاز الفني عشان يساعد اللاعبين في أي مباراة ما بالك مباراة رسمية زي دي فده إن ده اللي يدل على استمرارية التخبط الإداري في اللجنة الخمسية وفي التحاد الكرة المصري بشكل عام بصوا برضه عشان ما هو متفكين الناس بتزعل مننا شوية لأننا نتكلم بصراحة زيادة عن نزوم بس إحنا طبيعتنا إن إحنا نتواصل مع حراركم نقول لحراركم كل الأمور بمنطقة الصراحة يعني لكن في نفس الوقت لازم لازم مثل هذه الأمور يكون في تركيز فيها زي ما الناس دي ليهم سلبيات بصراحة برضه كان لهم إجابيات لكن دايما السلبيات هي اللي بتظهر بشكل أكبر الإجابيات هيجي يوم من الأيام وهم ماشيين هنقول لنزلوا عملوا كذا رجعوا أو شغالوا في بار في مصر عملوا كورة للدوري فيه إجابيات اتعاملت بس السلبيات بتبقى واضحة قوي والسلبيات بتبقى أصعب لسبب لأن أنت بتتكلم على مظهر الكرة المصرية على شكل اتحاد المصري لكرة القدم أنت الوجهة الحقيقية للكرة المصرية فبالتالي لازم تكون أنت مرتب ومنظم بشكل أكثر من ذلك فده تخبط من ضمن الأمور اللي حصلت في الجانب الإداري تحديدا في اتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة اللي فتت موضوع كابتن طريق مصطفى برضو عشان أكون بأتكلم مع حضراتكم بوضوح في خلافات في الجاز الفاني منتخب مصر في خلافات في الجاز الفاني منتخب مصر اللي حيقول جير كده يبقى يعني بيحاول أنه هو يداري شوية هو طبيعي لكن المشهد واضح وتبقى لبعض المعلومات اللي عندنا أن في خلافات في الجاز الفاني منتخب مصر أنا مش هتكلم عن هذه الخلافات لأن إحنا دلوقتي هدفنا أن المنتخب يكون موفق في مباراة الغد لكن حيجي توقيت معين نتكلم فيه بخصوص هذه الخلافات واللي بدورها بتؤثر على المنتخب وأداءه في أرضية الملعب زي ما شفنا المباراة الأخيرة للمنتخب أمتوجه وكان أداء سيء جدا في الحقيقة جدا يعني حتى لو كانت الظروف صعبة أو أنت بقى لكتير ما بتتجمعش دي كانت مشكلة إجازة الفانية مش مشكلة حدي تاني أنت في المقابل عندك بعض العناصر المميزة جدا من الأهل والزمالك في المنتخب وهم في أفضل حالتهم وعندك عناصر محترفين في الخارج هم فعلا في أفضل حالتهم سواء صلاح تريزيجي سواء صلاح طبعا بسبب كورونا تريزيجي وحجازي وكل اللي عمي إنني كمان في الطوب فورم وأهل والزمالك والناس يعني مفروض أنت حتى لو أنت عندك عقابات وجهتك خلال الفترة فأنت عندك عناصر تقدر من خلال توجهتك وتعليماتك وتدريباتك للأخيرة قبل أي مباراة إنك تقدر تجيب من خلالهم شكل يرضي طموح الجمهور المصري في الحقيقة فالخلافات موجودة الخلافات موجودة هل ده التوقيت أننا نتكلم فيها لا طبعا لأن المصلحة هي مصلحة منتخب مصر نتمنى نتمنى إن الخلافات دي تخلص حيجي التوقيت هنتكلم فيها ونقولها لحضركم بس لحد ما يجي التوقيت ده نتمنى أن تكون الأمور تعدلت في الجهاز الفني ويكون الأمور تحلت عشان مصلحة المنتخب ونتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في موارات الغد أنا بس في خبر استوقع